في أشان الفلسطيني قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تصرف مساعدات غذائية قيمتها 45 مليون دولار كانت قد تعهدت الشهر الماضي بتقديمها للفلسطينيين في إطار برنامج النداء الطارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة الذي تقوده وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت الولايات المتحدة أوضحت للأونروا أن المساعدات كانت مجرد تعهد يهدف لمساعدة الوكالة في التوقيع والاستشراف وليست ضمانة مكفولة وأضف أنه في الوقت الحالي لن تقدم واشنطن هذا المبلغ وأصرت على اعتبار أمريكا هي الدولة الأكثر سخاء على هذا الكوكب